لماذا يعني الزج باسم العراق في ظل هذه المعمعة ما الغاية من الحديث عن أن الرد الإيراني سيكون في العراق وتحديدا من قبل الأكسيوس يعني حقيقة لحد هذه اللحظة دي تسريبات يعني على اعتبار أن الصواريخ أو الطائرات الإسرائيلية قد اخترقت الأجواء العراقية عند استهداف إيران تذهب التصريحات باتجاه أن إيران سوف ترد هذه الضربة ومن خلال العراق أنا لا أتوقع أن الحكومة العراقية تسمح بمثل هكذا موضوع الحكومة المتمثلة بالسيد السوداني اليوم تجري مباحثات على مستوى عالي حتى مع القيادات السياسية في البلد لا تريد أن تكون جزء مما يحصل من صراع ما بين إيران وإسرائيل وأن تنأى بنفسها عن أي انزلاق قد يكون في المنطقة اليوم البلد ذو سيادة البلد لا يمكن أن يسمح لا لإيران ولا لغير إيران بأن يستخدم الأراضي العراقية كمنطلق إلى دولة أخرى وهذا واضح المعالم وسمحناه في كثير من الخطابات لكننا لا ننكر أن لدينا فصائل تحمل فكر عقائدي هي ضمن محور المقاومة ووحدة الساحات نتوقع أن هذه الفصائل قد تقوم بعملية إسناد للضربة الإيرانية إذا ما حصلت لكن هذه الفصائل اليوم هي ليس جميع الفصائل التي تتبنى المقاومة هم الزاء بسيطة أو فصائل أو مسميات يعني معروفة في العراق هي دائما ما كانت تتبنى الاستهداف على المصالح الأمريكية أو على الجانب الإسرائيلي ضمن قواعد الاشتباك حقيقة هذه الفصائل هي يعني تقوم بعملية استهداف مصالح أمريكية داخل العراق لكن عندما تعبر الحدود إلى داخل إسرائيل فإن قواعد الاشتباك قد تتغير لأننا يعني يصبح الموضوع مواجهة إسرائيلية فصائلية داخل العراق وهذا حقيقة يسبب يعني إرباك وخطر للساحة العراقية والوضع الأمني داخل العراق وأنا حقيقة لا أتوقع أن يعني الحكومة قد تسمح بمثل هكذا وضع وستحاول ضبط إيقاع هذه الفصائل لكي لا ينزل العراق في أتون يعني الصراع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر